للحوار الوطني والنهاردة مجلس أمناء الحوار أصدر بيان نشد فيه السيد الرئيس باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زاكي وعدم تنفيذ العقوبة التي حصل عليها اليوم مع الدعوة لاستخدام الرئيس حق الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر طب إيه قصة باتريك جورج زاكي باحث وكان بياخد ماجستير في إيطاليا أظن في بولونيا في جامعة بولونيا في قضايا النوع ونيابة حالته للمحاكمة في سبتمبر 2021 على خلفية نشره مقال بعنوان تهجير وقتل وتضييق حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر يتحدث فيها عن ما أسماه أو ما وصفه بتهجير وقتل وتضييق على أقباط مصر وده كان يوليو 2019 ألقي القبض عليه في 8 فبراير 2020 في مطار قاهرة أقضى من 8 فبراير إلى ديسمبر 2021 أقضى سبيره في ديسمبر 2021 على ذمة القضية يعني قضى عامين في الحبس الاحتياطي والنهاردة محكمة أمن الدولة طوارئ بمدينة المنصورة قضت اليوم عليه بـ 3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة بعد المقال اللي هو بيندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر وباتريك كان موجود في المحكمة وفور النطق بالحكم تضمى تحفظ عليه وترحيله للسجن لقضاء ما تبقى من العقوبة يعني عنده سنتين حتتخصم من العقوبة الثلاث سنوات في أعقاب ذلك تلاتة من المشاركين في الحوار الوطني أعلنوا تجميد مشاركتهم في الحوار الوطني المحامي نجاد البرع والحقوقي نجاد البرعي المحامي أحمد راغب والزميل الصحفي خالد داود التلاتة أعلنوا تعليق مشاركتهم في الحوار الوطني وقالوا أن هذا لا يتناسب ولا يتماشى مع روح الحوار الوطني وأنهما كان عندهم كانت هناك وعود بمزيد من إخلاء السبيل والإفراج عن المتهمين في قضايا الرأي ولكن هذا لم يحدث بالسرعة الكافية وبعد ذلك مجلس أمناء الحوار أصدر هذا البيان الذي يناشد فيه الرئيس باستخدام صلاحياتي القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن باتريك والعفو عن باقي المدة وعدد بقى من التويتات منها لمحمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي أو من محمد أنوار السداد تتحدث عن ربما اختراب أنباء سعيدة بخصوص العفو عن باتريك جورج زاكي والحقيقة كمان إحنا منتظرين مزيد من الإفراجات في المحبوسين في قضايا الرأي وده كان مهم جدا في إطار يعني لو إحنا عايزين مناخ عام ملائم للحوار الوطني يفضل المناخ السياسي هو الأساس في هذه القضية القضايا السياسية هي الأساس مش لازم يعني يتم بقى استنفارنا أو يتم تشتتنا لقضايا أخرى هي قضايا مهمة لكن القضايا السياسية والحياة السياسية هي الأساس في الحوار الوطني